من الجهود الدولية الحثيثة من أجل إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن يواصل النظام الإيراني مد ميليشيا الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة لا سيما تلك المضادة للدروع والدبابات آخر عمليات التهريب الإيرانية للحوثيين كشفتها الأجهزة الأمنية اليمنية في ميناء الحديدة حيث اعتقلت مهربا يعمل في الميناء لصارح ميليشيا الحوثي وبإشراف خبراء في الحرس الثوري الإيراني بهدف استمرار تغذية الميليشيا بمنظومة الصواريخ المضادة للدروع ومن ثم تأخير حسم المعركة على الأرض وإطالة أمد الحرب في البلاد وبحسب مراقبين فإن الأسلحة الموجهة أو الصواريخ الحرارية تحولت إلى ركيزة رئيسة في ترسانة أسلحة الحوثيين في جبهات المعارك المباشرة أو في استهداف شاحنات نقل المساعدات الإنسانية أو الاستيلاء عليها في مخالفة للقانون الدولي غير أن تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي لم يبدأ اليوم وإنما بدأ منذ بداية الصراع إذ أن إيران وفق ما تؤكد تقارير دولية عديدة كثفت عمليات التهريب لهذا النوع من الصواريخ المضادة للدروع باكرا عبر كل المنافذ التي سارع الانقلابيون الحوثيون إلى السيطرة عليها النظام الإيراني إذن يسعى إلى إذكاء نار الحرب في اليمن في سياق استراتيجيته في إشعال الحرائق في المجتمعات العربية المجاورة لبلاده هكذا يفعل في اليمن وفي العراق وفي سوريا ولبنان وهكذا يحاول في العديد من دول المنطقة وسط تخازل دولي يصل حد التواطئ طالما بقي ملف البرنامج النووي الإيراني مفتوحا اشتركوا في القناة